السلام عليكم أخواتي متابعاتي الغاليات كدهيني نبس إليكم أتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وفقاة الصحة والعافية وما تشاهدوا الفيديو ديال هاد النهار اليوم إن شاء الله قطير راح جديد كما كتشوفوا غالي نشارك معاكم هاد البسبوصة الرائعة اللي كتجي لديها بزاف ومشربة سهلة في التحضير ومقادير اللي هي بسيطة نتمنى أن هادنا الإعجاب تيالكم نتمنى أنكوا تجربوها اللي أول مرة تدخل القناة ديالي نقولها مرحبا بك ما تستشتركوا تضغط على زر الجالس باش يوصلها كل جديد إلا عجبكم الفيديو ما تنسوني شمالي لايك ديالكم ما تنسوني شمالي التعليقات ديركم مشجيعة وكان بغي نشكر المتتبعات ديالي اللي شاهدوا الفيديو ديال عيد الميلاد ديال بنت خويا واللي هنقوني بالمناسبة ديالها كان لكم شكرا بزاف ولي هلا يخطيكم عليا نخليكم مع المقادير وطريقات التحضير وفرجة ممتعة اشتركوا في القناة نحن نحتاج في المقادير عندي قشور ديال ليمونة ديال التين عندي كاس ديال سميد ونص دقيقات وكاس ديال تاني فيه نص سميد ونص دقيقات عندي جوج ديال البيضات جوج كيسان ديال العصير ديال التين كاس ديال سكر تاني نخص ما التبديل بس بوسة خصي يكون سيرو ديالي بارد غالي نجيب واحد الكاسرونة غالي نضيفها كاس ديال عاصر ديال الشين مع كاس ديال الماء وكاس ديال سكر ساني دا غالي نخلط كل شيء مزين غادير ردهم يغليوا فوق البوطة من بعد غالي نجيب واحد البول غالي نضيفه جوج ديال البيضات غالي نضيف كاس ديال سكر ساني دا عندي القشور ديال الشين هنا هذا كان عندي في المجمد يعني كان نصاوب المركز ديال الشين ولا ديال الليم مرة كان نحتفظ بدوك القشور في المجمد كان نستميه هكا الليكي كل البس بوسة ولا من بعد غالي نضيف آآ نصف كاس ديال الزيت نباتية مع الساشي ديال الفانيلا غالي نضيف كاس ديال العاصر ديال الشي غالي نخلط كل شيء بالطراب هنا نستعمله غالي بطراب اليدوي ما نحتاجوش اننا نستعمله بطراب الكهربائي صافي غالي نضيف هاد دانون بنكهات الفانيلا غالي نضيف سميدة غالي نضيف الكاس الليول ديال السميدة غالي نخلط مزيان والكاس الثاني راح فيه نص سميد ونص دقيق ابيض غالي نضيف زوج ديال الصشياس ديال الخامير الكيموية من فئة 8 جرام سافي غالي نخلط مزيان بالنسبة لفران انا هناني شعرت وكي يسخن غالي نطيبها فران ديال الطو سافي غالي نجيب المول اللي غالي نطيب فيه هنغاد نضيف هاد المول ديال الزاج هاده هو القوام ديال الخالط اللي تحصلت عليه غالي نجيب المول ديال الزاج دهلتو بشوية ديال الزبدة وشيتو بسميدة وغالي نخوي فيه الخالط سافي وغالي ندخل البسبوسة ديالي طيب على الفران شعر عليهم من الاسفل على درجة حرارة 180 درجة سافي هنا يمن بعد ما من بعد ما خرجت البسبوسة ديالي طابت هنا قدرتها في طبصي اللي غالي نقدم فيه هنغاد نجيب سيرو ديالي هنا يراه برد وغالي نسقيها بسيرو فارضو معها البال لها مكتبت غيالي ما كانتش بزاف ديال الوقت فانا كانت غالي تشمتني يعني كانت غالي تحمرتلي بزاف صراحة من الاسفل لكشيرش حطتها على الوجه ديالها انتو ما حاولوا انه كوت طردو معها البال ومليتقلبوها في الطبصي حطوها على على الجهة السفلة اللي كانت في المول باش يكون السطح ديالها يعني مستوي ويعطيكم منظر بحسن من هذا صفي هنا هيا غادي نخليها حتى تشرب مزيان وغادي نجيب شوية ديال المربار كونفيتير ديال المشماش ولا ديال التشين الى كان ديال التشين غادي يكون افضل هنا هيا نده نتغيب شوية ديال كونفيتير ديال المشماش وغادي نزينها بالكوك في الجوانب بالنسبة للزين انا كي يبقى ختياري هنا غادي نزينها بالكوك في الجوانب وعندي هنا يرد بيستاش الكتاب بالكوك في الجوانب وغادي نزين به وانتو ما زينو اللي متوفر عندكم هادي البسبوسرها كجلديدة بزاف لما كي يبغيش الحلوة بزاف رايقدر ينقسم الكمية ديال السكر في الخالط يعني في عوض ما ديرو كاس ديال السكر ساني ده هديرو غينس كاس والاربع صافي هدا هو الشكل النهائي ديال بسبوسر ديالي هدا هو الزيني درسو كجيزوينا لف المنظر ولف الماداق نتمنى القتلاح ديال هاد نهارين للاعجب ديالكم الى عشبكم الفيديو ما تنتج شو بارتجيوه مع الاهل الاصدقاء ديالكم في مواقع التواصل الاجتماعي شكرا لكم على حسن المتابعة والى النقاء مع فيديو اخر اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة